أعلقت مدرسة بن سلام في ميلة بأذهان التلاميذ فمنهم اليوم أن أصبح يتذكرها بعد سنوات من العطاء ومنهم انقضى بها عام واحد وكذلك متوسطة بن التونسي وأبو العيون ببلدية لقرارم جوكا حيث سيغلقون نهائيا ويعوضون بعد زلزال أوت عشرين عشرين كانت هذه المؤسسات التعليمية تشكل نماذج تربوية لكن زلزال الذي هز صباحة أحد أيام الشهر الثامن قبل عامين من الآن جعلتها لتكون من الأرشيف التعليمي أمام حالة التدهور التام نتيجة الانشقاقات والتصدعات المسجلة جراء زلزال الذي ضرب ولاية ميلة في أوت 2020 استفادت مديري التربية لولاية ميلة من مجمعات مدرسية لتعويض أربع مجمعات مدرسية ومتوسطتين لتعويض المؤسسات التربوية التي تم غلقها جراء هذا الزلزال أربعة مجمعات مدرسية بكل من بلديات صغاية ميلة سيدي مروان وكذلك متوسطتين لكل من بلديتي القرارم جوكا وميلة بقرابة تسعين مليار سنتيم ستكون استثمارات عمومية تربوية ترجمة نانسي قنقر